اشتركوا في القناة صحة وسعادة عبر إذاعتكم المميزة دائما نور دبي حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام إذن مستمعين نعود إليكم من خلال هذا الأسبوع الأول لنا في هذا الموسم الموسم الجديد ونحمل معه رسائل جميلة منبعها يعني توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلسه وزراء حاكم دبي نحو أهمية استيعاب النقاط التي وردت في رسالة الموسم عموما ما نتطرق لبعض المواضيع الخاصة بهذا الأمر خاصة ملف التوطين من خلال حلقتنا اليوم إن شاء الله ما نتحدث عن ملف التوطين في هيئة الصحة بدبي والتوجيهات التي كانت وما زالت مستمرة في هذا المجال أيضا قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا أحب أرحب بفريق العمل معنا في التنسيق محمد عمر في الإخراج أيمن سرحيل سامحني أيمن عادة ما في لياقة مالة التقديم الأولية تون أول حلقة يعني في الموسم أيضا هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العليم نبتدي معاكم مثل ما عودناكم بفقرة التواصل الاجتماعي معنا لأخت أسم الجناحي صبحت الله بالخير أسمه صبحتم الله بالنور والسرور الخير محمود عليك وعلى كل المستمعين تفضلي شو عندك جديد اليوم نحن مازلنا نحاول نشر المعلومات الخاصة بنظام الموعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية أو مراكب أقطاع الرعاية الصحية الأولية نعم ونأكد يا جمع أن هذا النظام موجود أيضا لتقديم النفايح اللي حطيناها نظام الموعيد المطور يساهم في بطوية خدمات المقدمة المتعاملين كالخدمة الطبية المنزلية اللي قاعدين يشتغل اللي موجودة حاليا وأيضا التطلب عن بعض أو علاج عن بعض فهذا هو أساس بالأشياء اللي ينشاره ولموجودة نطورها إن شاء الله أيضا كذلك كنا حقين سؤال نتمنى أن الكل يتوجه سواء على ثمتر أو حسابه على انستغرام يجاوب عليه فهو يقول هل الأفضل تناول السكر الأسمر أم الأبيض فمساوين استفتاء ونبقى نشوف الممتاز تفضلي وفيه معلومة وفيه معلومة أنه يتخربط وفيه كنا حقينها أمس أنه يمكن تناول بسكويت شوكولات كاسنا كما تقول كاكاو هيئة الصحة وكيف لكن أهم شي نحن سب شو قاعدين ناكل شو نوعي بسكويت هالدجاج لا يجسب أو لا وإنه على السعرات الحرارية أنت الممتاز تحرم أمرك من كل شي فهذه المعلومة من نصف شوي أني تفربطوا فيها فلممتاز تحرم نفسك كل كل شي لكن كل باعتدال بميزان ونختمها برسالة الصباحية النجاح يأتي لمن لديهم عزيمة قوية قادرة على تحدي العقبات إن أردت أن تصل وتحقق النجاحات فعليك أن تكون بوعزينة قوية جميل شكرا لك أسمى الجناحي أيضا على طاري الكاكاو وغيرها من الأغذية معنا عبر الهاتف كذلك في الفقرة الغذائية لخة علي بن دخان بتكلمنا عن الوجبات الغذائية الخفيفة في المدرسة خصائية التغذية الصحية في هاتف الصحة في دبي وأيضا أنا يعني اللي أبغي أعرفه المعلومة الخاطئة إن الكاكاو مضر بالصحة ما أدري شو رأيت عليها أولا صباح الخير صباح النور أتمنى طلابنا في الدراسية سعيدة وفحرية إن شاء الله ومرفقة وأنا الحين معظم طلابنا حال 11 بالدراسة الكاكاو نبتزي فينا بالكاكاو يعني لأن أسمى فتحة الموضوع معنا في التصالي السابق يعني من الأخطاء الشائع عنا يقولون أن الكاكاو مضر بالصحة طبعا وذلك أنا مرر يكون في الكمية في المحتوى في الكمية وبعد في النوعية في النوعية صحيح في أنواع مويدة مختلفة نركز على الأشياء التي تكون قليلة فيها الألوان خاصة الكاندي ذي اللوليكوب المصراف الجلي أشياء هذه مو تبس أنها تكون ضارة مثل وقت يكون فيها مويد ممكن تحفز الحساسيات حتى عند الأطفال الإكديما والربو ممكن حتى أنها تتهيج من دراسات كثيرة عالية تقول أن التوكولات يحفز هرمون السعادة هو الكاكاو نفسه لكن التوكولات هي قليلة من الكاكاو من أخذ التوكولات أو الحلاوة التي تناقنا يكون نزبها أكثر بالكاكاو يعني مفيدة عجلتي اللي يأخذ هذا حساسي السعادة هي مفيدة مش ظهر لكن يعني مفيدة عجلتي اللي يأخذ هذا حساسي السعادة هي مفيدة مش ظهر لكن كميات معقولة ونأخذ اللي يكون في نسبة أكبر من الكاكاو ممتاز ممتاز طيب ندخل على موضوعنا الرئيس اليوم اللي هو الوجبات الغذائية الخفيفة في المدرسة أيوة الوجبات الخفيفة طبعا خلال من النصح الإصارية والطلاب بشكل عام أنهم يتريقون في البيت فالأكل اللي بيأخذنا المدرسة بيكون عبارة واجبات خفيفة لأنه يكون الطفل متريق إذا كان عندنا ممتاز صعب ونفسي يعني ما لشهية يأكل الصفح نازم منطرش المدرسة على بطن خالي يحاول ياخذ شيء بسيط ونخط نفس الحقيقة الغذائية ريوق ووجبة خفيفة الوجبات الخفيفة طبعا لأنه أشياء يكون منطر غني بالألياف شيء اللي بنختار يكون فيه ألياف بنسبة كبيرة يكون طبيعي غير مصنع قدر المستطاع إنما يسبب حساسيات غذائية يكون قليل بالسكر ويكون قليل بالدهون وطبعا دائما يكون فيه تنوع يعني ما نخلي نفس الأكل مكررة يوميا فالياها الممكن يمن أو حتى اللي في المرحلة الأكبر بعد إيميل من النفس الأكل إن كان فحي فيكون فيه تنوع غني بالألياف طبيعي وما يسبب الحساسيات قليل بالدهون وقليل بالسكر أمثلا من هالأشياء تكون طبعا من الفواكل من أسهل الوجبات الخفيفة اللي ممكن ناخذها الفواكل ننوع فيها وناخذ ألوان مختلفة طبعا كل لون من ألوان الطبيعي اللي في الفواكه والخضار تنتظ بعنف الغذائي يختلف عن النور الثاني أو فيتامين مختلف النوع في الفواكه ممكن نضيف الخضروات أشياء اللي يحبونها ممكن الخيار ممكن الطماطمة الكردية الصغيرة ممكن الجزار ندخل منتجات الألبان لأنها مقدر أساسي للبروتيين فممكن تكون الروب كواجبة خفيفة أو الحليب اللبن الجبل نحاول الحليب نركز وعيد على الحليب اللي في نكهات نخلي الحليب الفرش الغير مرته أفضل ما يشربون الحين هم الله هديهم هو تعود هو كل شي يبتدي بالتعود وفيه اختيارات مثل ما نقول أفضل عن اختيار صحيح عبون بقولي بعد ممكن تنضاف مثلا الحمص كواجبة خفيفة الحبوب الكام لا ممكن نضيفها كخبز أسمار أو البسكوت كانت تقول عن البسكوت قبل شوي البسكوت إذا كان في نخالة إذا كان في شوفان ما يرمون غلط أننا نأخذها كواجبة خفيفة حتى شوفان نفسه ممكن يتحضر يعني من قبل في البيت في الحليب ويكون في الثلاجة يكون بارد يعني حتى يفيد يأكل كأنه يعني سوي جميل علي بندخان خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحبة بين حشاكريلتش يعني هذه المداخلة الجميلة والقيمة ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا الحفو طيب هنا يقول لي صاحب الرقم اللي بدايته ستة أربعة أربعة أنا قلت بدايته عشان لأنه فيه وائد ناس على نفس الرقم يقول ما عندك دراسة عن فوائد تعدد الزوجات على صحة المجتمع والله يقولوني من أربعة أيام أنت ما شاء الله تطرش نفس المسج يعني إذا ناوي توكل على الله كانت روم كانت روم ما بين قوسين ويمكن سبحان الله ورازقنك بالثاني والثالث والرابعة الله العالم عموما أصبحنا وأصبح الملك لله عموما نطلع فاصل بعد الفاصل نتواصل أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة وعن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة بداية البرنامج كنت تتحدث عن رسالة الموسم والتي تضمنت يعني بند مهم جدا له وهو بند التوطين معالي أحمد محمد القطام المدير العام هي تصحب دبي قال أن متابعة سيدي سموه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لملف التوطين هو خير داعم لهذا الملف الحيوي والتي أكدت على أهميته رسالة الموسم الجديد يعني هذه الرسالة بالغة المعاني اللي وجهها سيدي صاحب السموه الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله يعني وضاف معالي أن سياسة التوطين تمثل أولوية قصوى ومقدمة أساسية لخطط الدولة بشكل عام ومدينة دبي على وجه التحديد عموما نحن في هيئة الصحة بدبي يعني هناك الكثير من برامج التوطين وفي استراتيجية تتبناها الهيئة في هذا المجال مع أن يعني المسألة صعبة تراها خاصة في بعض التخصصات اللي موجودة عندنا وهذه أزمة عالمية يعني موجودة في مختلف دول العالم اليوم معانا الأستاذة آمنة حمود السويدي مدير إدارة موارد البشرية في هيئة الصحة بدبي وشيصبحت الله بالخير اختيامنا يعني رسائل كثيرة وهناك يعني متابعة يعني شخصية من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد حول هذا الملف ملف التوطين اللي هو يعني ملف ما بقول ذو شجون ولكن تحدي نقدر نوصل بتضافر الجهود اليوم في هيئة الصحة بدبي في وظائف طبية شديدة تتخصص ووظائف دارية مساندة أنا أريد أن أتكلم عن التوطين في هيئة الصحة بدبي نحن أين نواصلين نحن والله نحن محمود الحمد لله لدينا مبادرات كثيرة لتشجيع التوطين ورفع نسبة التوطين بس نتعارف نحن الكم الأكبر لدينا الوظائف الطبية والطبية المساندة كان حوالي 79-79% من الكادر الوظيفي عندنا الوظائف التخصية الكور بزنس مالنا صحيح ونحن الباجي الوظائف الإدارية ترى تقديباً هي الداعمة للوظائف الأساسية نعم عندنا خطة خمسية صراحة لقمس سنوات لين 2020 والحين طبعاً نحدث عليها بشكل سنوي تستهدف كل شرائح الفئات الوظيفية الموجودة عندنا نتعارف في الطب ما شاء الله المشوار طويل عندنا برامج للابتعاث الدراسي رعاية دراسية بداية من ثنوية العامة لين يكملون مقاعد الدراسة ويتخرجون ويتعينون عندنا شو سمينا البرنامج هذا طب وعلوم طب وعلوم نعم ومشاء الله مع هذه السنة بيكون حوالي 199 حوالي 200 طالب بيكون عندنا إن شاء الله والحمد لله البرنامج ناجح حتى ما فيه drop out ما فيه نسب انسحاب ممكن واحد في السنة أو كل سنتين واحد والبرنامج له مميزات نعم فيه مكافآت شهرية وفيه عندنا نحن تحمل المصاريف الدراسية وعدنا بعد بداية السنة الدراسية صحيح ايه ما شاء الله عليكم حافظ ايه لا أنا أتذكر لأنه من البرامج المميزة حقيقة واللي نحن نحتاجها في دولة الإمارات وعليه إقبال كبير صراحة ونتمنى أصلا تعميمها على كل المؤسسات الصحية على مستوى الدولة لأننا نحن يعني مثل ما ذكرت في بداية اللقاء نعاني من أزمة عالمية في هذا المجال صحيح عشان أنا أهل طبيب ولا أهل مختص في الدعم الطبي هذا محتاج مشوار سنين يعني صحيح صحيح ممثل باجي التخصصات اللي أربع سنوات وماكسيموم خمس سنوات لا ما شاء الله الطبيب يقضي حياته كله دراسة في دراسة كنت أسوله في الدكتور وإحنا يأيين في الطريق بالنسبة للمشوار الدكتور صراحة يدخلون حليلهم الطلب احنا نقابلهم حق البرنامج جميل فعندهم الحمد لله بعض التوجهات والطموح والأهداف لهم كدراسة بس ما يعرفون متى بيخلصون دراستهم يعني ياخذونهم من 14-15 سنة بس الدراسة ليل ما يخلص التخصص بس فقط احنا ما نتكلم على تخصصات دقيقة بعد ممتاز أنا يعني مدام أنت يبت إطار الدكتور دكتور منصور شيف حالك الحمد لله الله يخليه دكتور يعني يكلمني بس عن تجربتك في الهيئة طبعا الدكتور أنا أعرفكم عليه لأنه إن شاء الله بيرافقنا في البرنامج في المستقبل القريب ولكن فيما أنك موجود يعني خلنا نتكلم على هذه النقطة على السريع والله يعني مشوار طالب العلم مشوار مثل ما تفضلت يعني مشوار طويل وطبعا بدايته تكون عن طريق الدراسة اللي هي تكون إما أربع سنوات أو خمس سنوات أو أحيانا ست سنوات طبعا هذا كله يعتمد على وين الشخص يدرس كل بلاد يعني يلهم قوانين معينة أو قوانين معينة بنسبة للرخص الطبية فخلنا نقول يعني خمس سنوات يدرس ليه ما يصل أو ليه ما يحصل للشهادة وعقب يكون في سنة امتياز فسنة الامتياز هذه لازم يعني يخوض فيها على أساس أنه يستعد حق تقديم يعني أوراقة حق البوستقراد أو خلنا نقول الدراسات العلية جميل وطبعا دراسات العلية العلية هذه مشوار مشوار ثاني أو يعني شابتر يعني آخر فممكن يعني يكون بين خلنا نقول ثلاث سنوات إلى خمس سنوات سنوات أو أحيانا أكثر فيعني نص نص عمره يعني طالب العلم يعني يدرس الله يعينكم يعني وأنت نحن نفخر دائما لما تكون فيه كوادر وطنية في المجالات الطبية بالتحديد ويمكن أنا ضايج حتى أقول حق بعض الدكاتر اللي أخذه والمنحة لإدارة أقول لهم يا جماعة الخير أنتم ما شاء الله عليكم درستوا وتعلمتوا خلكم في المجال الضبي أكثر ولكن هذا ما يمنع أننا نستفيد منهم في المجال الإداري كذلك آمنة سامحيني في مداخلة عندنا من دكتورة وديعة صبحت الله بالخير دكتورة أحياء كلها محمود مرحبا بك دكتورة أنت مدير إدارة التدريب عندنا في هيئة الصحة تعليم الطبي عفوا يعني هناك كذلك الكثير من المشاريع اللي أنتم تتكلموا عنها نحن ملفنا اليوم اللي فتحناه والملف ملف التوطين حقيقة في هيئة الصحة بدبي ف شو اللي تسوونا ما شاء الله عليكم في مجال التوطين نعم في التوطين راحل الهيئة ما قصرت للطلب المواطنين عندنا عدد برامج من أهم البرامج مثل ما يمكن تدمن فيه الأستاذ عامنا السويدي وهو برنامج طب وعلوم بدوها هم يزاهم الله خير وهو برنامج يهدف لتقاب المواطنين لسلك الطبي والتمرير والطب المساند يعني جميع الفئات الموجودة من الفرفيشنال تم لقيت الحين يعني توظيف أو استقطار بمية تسعين حتى الآن بدأ البرنامج في 2016 وتم تخريج ثمان أشخاص منهم توطفوا خمسة وثلاثة قيدة توظيف بإذن الله طبعا هو مجرد عبارة عن فروفشن كريبات كامل يعني مسار أكاديمي متواصل مجرد ما يدخلون في برنامج طب وعلوم يعني هم الهيئة ترعاهم للكريات والجامعات الموجودة في الدولة مجرد ما يخلصون بيدخلون في سنة الأمتيات لهم الأولوية وبالإضافة طبعا سنوات التخصص التي نسميها برامج الإقامة ومن أقوى للبرامج التخصصية الدقيقة وخارج الدولة وبعثات خارجية الموجودة لهم الأولوية فيها إن شاء الله إن شاء الله تعالي أمنة يعني شو رأيت أنتي في التعاون ما بين إدارة الموارد البشرية وأيضا إدارة التعليم الطبي خاصا كومنت وياسين تكملون بعض صحيح صحيح دارتين من فصلات ولكن متداخلين كذلك في الأهداف التي تغلون تحققونها هو صراحة يعني أنا قبل ماي كنا في تقييم معي الرأس الموارد البشري كانت الدكتورة معنا فهو أصلا عمل تكاملي مؤشراتنا كموارد بشرية كلها نفس المؤشرات بس بحكم أهمية الكادر الطبي عدنا يعني الهيئة وضعت لها إدارة مختصة ومعنية بتطويرهم وتأهيلهم وهذا يعني وهذا السبب يعني يمكن الدكتورة وديعة يعني في الإدارة هذه عندها ملف التوطين ملف ويد مهم خصوصا أننا برنامج يمكن دكتورة ما تكلمتي عن برنامج الإقامة اللي عدنا ما شاء الله حوالي عدنا احنا 400 طالب وعدنا كم تخصص دكتورة 16 تخصص موجودين حاليا صحيح يعني إحنا من الإقامة نعم سنويا نمكن 400 موجودين منهم على الأقل يكونون يعني 50 من النخرجين مواطنين للمتياز كذلك طب وأثنان الأثنين عندهم تقريبا 40 شخص سنويا يتخرجون من المواطنين كذلك يمكن بعدنا الطرقة إذا عدنا عدد برامج للزمالات كذلك منها برنامج استحدثته والتبنته وهي أهل مرة هي الأول من النوع أو البرنامج هذا مميز جدا لأن لأول مرة إحنا راح تكون باتفاق مع الكليا الإيرلندية والبرنامج بس يكون يعني حصي حاليا على المواطنين استطرنا فيها 8 أشخاص بس بيكون حتى في الأخير الكلية والشهاد تخرجها الكلية كأن عندهم إن شاء الله زيارات للكلية الإيرلندية فإن شهادة تظهر كأنها أوردية من الكلية هناك من خرجين فحتى عميد الكلية وكل حد بيحضرون عدنة إن شاء الله في حبل التخرج دكتورة ودي عيدة بتوضحين بس شو الزمالة لأن نحن نتكلم على تخصصات دقيقة يعني إحنا قلنا حين نخلص حليل الطبيب الـ 14 سنة بيرت حسب تخصص الكليات الموجودة في الدولة فمجرد ما يخلص هالفترة خلنا نقول يعني أدناها خمس سنوات بعدها سنة سياز هي بتكون ست سنوات من أقف أربع سنوات تخصصية بالمعدل على الأقل طبعا هي بعد حسب التخصصات يعني إحنا أقلها أربع سنوات لكن مثل جراحة العصار توصل لست سنوات خلنا نقول للأقل بيكون تقريبا عشر سنوات من بعد هالعشر سنوات الحين بيكون عدنا برامج الزمالات والتخصات الدقيقة طيب دكتور تعرفين نحن برنامج نطرح جميع الآراء بشفافية لأنه نقطة التواصل ما بين الجمهور مع هيئة الصحة في دبي هني المستمع خوله تقول عفوا برنامج الابتعاث للأطباء ليس للمواطنين فقط فهو غير متعلق بالتوطين أما بالنسبة لسنة الامتياز ومطلوب من الطبيب المواطن دفع تأمين خمس تالاف درهم تأمين ليقبل ليقبل مقابل راتب عشر تالاف درهم فقط لدي العلم الموضوع لتخرج ابنتي كطبيبة امتياز هذا العام نعم عفوا تفضلي خلني نقسم تأمين يمكن هي اللي تطريها اللي أخذ لأن الأقبال وايد كبير نحن عندها على الكراس المحدودة الموجودة لسنة الامتياز وعشان نضمن أن هناك نعمة تكون فيها التزام من قبل نظر نظر لأن ويدين هم يظهرون أو يقدمون على أكثر من مكان هل نقول هي تصحة الوزارة وبوظبي وينما يطلع لهم لكن الزامين موجودة هذا حق مشروع لذلك نظر عشان نوفر أكبر فرصة للباجل لكن طبعا المبلغ ينرد لهم هذا بس مجرد تأمين مجرد ما نتأكد أنهم موجودون معيانا على مقاعد الدراسة ورد كامل وعدنا ثلاثة شهور نرد تعلهم المبلغ ممتاز وهذا حق مشروع لأن من حق الهيئة بعد كذلك تضمن أن هي قاعدة تستثمر في هذا الشخص أن يكون موجود معها في المستقبل مثل مثل باقي الدوائر والمؤسسات والشركات حول العالم بعد ليس بس سنيف الإمارات بس مسألة الابتعاث للأطباء ليس للمواطنين هل هذا الكلام سليم؟ لا طبعا الابتعاث المواطنين فقط بالضطط هذا اللي أنا عرفه وأصلا أيضا حتى موضوع الكراسي محدودة واللي أنا عرفه تسوون لجنة وتسوون مقابلات وكذا أنا بأخذ تفاصيل هذه المواضيع بس بطر أطلع فاصل بطلع فاصل إذا ما عندك يعني ممكن تتمين معنا دكتور وديع لأن الكلام شيق معاتش في هذا المجال وعندنا وايد نقاط ما نطرحها نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل نواصل معاكم هذا الملف الشيق والقوي واللي حقيقة يعني ننتظر أن الإنجازات في هذا المجال مو بس في هيئة الصحة على مستوى الدولة في كافة التخصصات وكافة الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبه الخاصة نبغي ملف التوطين يطلع مرة ثانية بهذه القوة وهو راح يطلع مدام أن الآن يعني حملت رسالة الموسم بند خاص في هذا المجال فلما براشد يامر أكيد هذا الشيء راح ينجز فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر إذاعةكم المميزة دائما بكم مستمعين إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-6 معايا في الستوديو الأخت الأستاذة آمنة محمود السويدي مدير إدارة موارد البشرية في هيئة الصحة بدبي أيضا عبر الهاتف دكتورة وديعة بعدها موجودة معنا دكتورة دكتورة وديعة مدير إدارة التعليم الطبي وأيضا زميلنا اللي نضمن دكتور محمد منصور كذلك موجود معنا المحور الأساسي اللي نتكلم عنه اليوم هو التوطين وأيضا البرامج اللي تقوم بها هيئة الصحة بدبي في هذا المجال أستاذة آمنة ملف التوطين قلنا يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد وراشد المكتوم ولي عهد رئيس المجلس التنفيذي هذا الكلام شو اللي يمثل لكم طبعا هذا شي يفرحنا وبالنسبة لنا دعم كبير وبيسرع من خطط تنفيذ خطط التوطين صراحة عندنا خطط طموحة فبدعم مباشر من القيادة ومن سمو الشيخ حمدان ومن عدنا مبادرات كثيرة للتوطين والتسريع المبادرات اللي فيها ممكن يعني إن شاء الله أنها تتحقق في فترة أقل عن اللي كنا مخططي لها من الأساس طيب نحن تكلمنا عن طبع علوم في مبادرات ثانية دكتور وديعة شو عندكم في هذا المجال نحن ممكن نضيف نحن حاليا عدنا خمس برامج للزمالة كنا نبقى نستقبل أكبر عدد من المواطنين نحن كنا رسميها في المبادرات الاستراتيجية ضمن خطط الاستراتيجية للتعليمي الطبي إن شاء الله ومجرد ما يتم اعتماد الاستراتيجية بإثناء لا رح نسرع فيها على أمل أن التايم لاين أو التايم الفرايم اللي نحن كنا حاطينها تكون حين في وقت إن شاء الله ويدا سرعا في برامج ثاني طبعا مبادرة هي مع الكرية البريطانية على تباع أن نعتمد مثلا أو نتطرق للثانوية العامة مش بس الخريجين قبل ما يتخرجوا مية الثانوية العامة روح نحن نشوف الفتنشيات أو القلب المتفوقين في المدارس من طفل 11 والثاني عشر يعني ونستقطبهم نبتد فيهم برامج تأهيلية تكون فيها حتى زيارات ميدانية لبريطانيا يعني وبالتالي إن شاء الله هذا يمكن يساعد أكثر أن نوسع مفهومية السلك الطبي والطب المتعاند يمكن دكتورة بعد ما تكلمتي عن بحكم عد إحنا كنا زملاء سابقا بالتعليم الطبي ما تكلمتي عن التدريب العملي يمكن مذكرات تفاهم ويد اللي وقعته مؤخرا بهدف التدريب الميداني لأن يعني ويد مهم عندكم لكم ترفعون الكفاءات والمهارات الخاصة بالأطباء عندنا صحيح ببط إحنا وقعنا اتفاقيات وشراكات مع عدد الدول سواء كانت في بريطانيا أو عندنا في كندا بالإضافة إلى كوريا إحنا راح نبتعد أيضا يعني كذلك هو حصري للمواطنين سواء طلب خارج الدولة عشان التدريب الميداني أو يكون تدريب الميداني موجود عندنا إحنا وبتكون تحت إشرافهم بالإضافة إلى ورش عمل وتدريب محتمل راح يكون لهم إن شاء الله جميل نعم هذا موجود طيب دكتورة وديعة كرم السجي مدير إدارة التعليم الطبي في أية الصحة ودبين حشكري لك هذه المداخلة وسامحين أخذنا من وقت شادري حياك لكن الملف قوي وجميل شكرا دكتورة محمد تعال قرب من المايك شوية دكتور محمد منصور يعني سمعنا الدكتورة وديعة ونسمع حين آمنة يتكلمون عن البرامج اللي يقدمونها للمواطنين وكذا أنا بغيت آخذ تجربتك أنت بأمانة يعني شو الأشياء اللي شوفها في هيئة الصحة اللي يمكن خدمتك الأشياء اللي ممكن تكون حافز يعني تشجيع المواطنين على أنهم يلتحقون بهذه البرامج اللي الهيئة قاعدة تتعب وتسويها حق المواطنين ولكن أيضا مسألة يعني التحاق المواطنين هذه وايد مهمة أن تكون موجودة عندهم طبعا هيد الصحة بدبي المرافق الموجودة مرافق يعني جدا قوية ويعني تستقضب يعني كثير من المرضى وحق أي طالب خاصة يعني دارس يعني طب يحتاج للممارسة الممارسة بالضبط الممارسة ويحتاج للخبرة والخبرة هذه يعني ما نأتي في أجواء يعني في أجواء هادية شوية ما فيها بالضبط فهيت الصحة بدبي يعني هي منصة جدا فعالة لكل الأطباء الجدد على أساس أنه يعني يمارسون الأشياء اللي هم قارين عنها جميل وطبعا وهيت الصحة يعني تقدم كل الدعم للطلاب أو الدكاتر المتدربين على أساس أنه يكملون طبعا مشوارهم ما عندك أي ملاحظات عليهم شي تبغي يزيدون راتب الشيء لا ولأن محمد يا جماعة الخير ترى داخل السوديو ولا عند يعني فكرة أنه يتكلم أنا فاجأت في هذا الموضوع ما كان يعني ضمن سيناريو الحلقة ولكن قلنا نسمع راي شخص يعني قريدي يلتحق بهذه البرامج وهو عارف ونموذج حي جدامنا يعني ليش لا نسمع طيب البرامج الثانية اللي أنتوا تسوونا بالنسبة للمواطنين والموظفين والمواطنين وتشجيع التوطين في هيئة الصحة أنا عرف أنها وايد وعرف أنه عندكم العديد من البرامج الفعالة في هذا المجال اللي ممكن تعزز البيئة الإيجابية لي يعني استقطاب المزيد من الكوادر الوطنية في هذا المجال خلينا أتكلم عن هذه البرامج اللي موجودة عندكم اختيارنا عندنا العديد من البرامج مثل ما قلت محمود حاليا عندنا برنامج رواد الصحة برنامج تطوير لقيادات الصف الأول والثاني في الهيئة يمكن هاي السنة أطلقنا ثالث دفعة والحمد لله تقريبا معها السنة حوالي واحد وثمانين قائد ما شاء الله الدفعة الأولى اللي تخرجوا أغلبهم محين مدراء تنفيذيين الحمد لله مدراء تنفيذيين نعم مدراء تنفيذيين ومدراء إدارات ومدراء إدارات الحين شغالين على قيادات الصف الأول والثاني والخطوة الثانية إن شاء الله من رواد الصحة بنشتغل على قيادات الصف الثالث لأن ما شاء الله نحن نكمل أكبر وعددهم كبير جدا عندنا في الهيئة فمهتمين شو هو البرنامج هذا شو اللي تسوون فيه عندنا مجموعة من الكفاءات القيادية للوظيف القيادية عندنا في الهيئة يعني هذه تسقط على تقييم الأداء السنوي ما لهم وانطورهم على أساسها ككفاءات ومستوى الكفاءات هذه الاستراتيجية ما الهيئة طموحة متوجهة على المدى السنوات القادمة لتنفيذ عدد من المبادرات الكثيرة الموجودة على خطة العمل عندنا عشان نفذ هاي الاستراتيجية محتاجين هاي القيادات وهاي الكفاءات المطلوبة لتنفيذ المهام احنا في هاي في هالبرامج حاطين مجموعة من الكفاءات ومجموعة متنوعة من البرامج التدريبية منها ورش عمل يعني في كلاسروم نقدر نقولها وبرامج توجيه فعال اللي هي وعدنا وعدنا مثل وعدنا زيارات ميدانية صراحة كل وخارجية أنا عرف زيارة خارجية اهي تسافرونهم يعني الدفعة اللي سابقة صح كانت مع جي اي وديناهم امريكا لأن في اتفاقيا بينهم بينهم في هذا المجال وهم رعوا هذه الصحيح وزاروا مستشفيات هناك يعني ما شاء الله تقريبا اللي بنقول احنا المستويات العالية والمتميزة من المستشفيات زرنا مجموعة منهم واستفادوا الحمد لله او الطب المساند مجموعة بسيطة من الوظائف الادارية كانت فيها ممتاز هذه احد المبادرات الخاصة بالتوطين عندنا مذكرات تفاهم طبعا موقعينها كلية محمد براشد الادارة الحكومية ان شاء الله هاي سنعطين اشتغلنا بداية رواد الصحة وحين هاي المرة الثانية بعد نشتغل معاهم البرنامج في الدورة الثالثة في الدورة الثالثة صحيح ممتاز ما شاء الله كانت تجربة متميزة معاهم والحين بعد حبينا نكرر التجربة معاهم عدنا مذكرة تفاهم مع دارة موارد البشرية لحكومة دبي هذا فيما يتعلق بالتوطين صراحة عندهم مبادرتين اللي هو احنا مهتمين فيها كانت مبادرة التدوير التطويري اللي هي تستهدف المواطنين في الحكومة ونحدد تخصصات معينة وندربهم عليها في جهات حكومية أخرى لمدة طبعا زمنية محددة وعدنا تحديد للوظائف المحورية إن شاء الله في الهيئة اللي بيكون على أساسها تحديد لتطويرهم المهني وخطط التعاقب الوظيفي يمكن الدكتورة بعد وديعة تكلمت على برامج الإقامة لتخصات طبية وبرامج المنح الدراسية عدنا برنامج مهم اللي هو بيكون نفتخر برنامج تكريم وتحفيز شيخ حمدان بن راشد هاي بشكل سنوي قيمة طبعا في فئة معينة هي لحل فئة التحصيل الدراسي هاي معنية بس للمواطنين بما فيها الدراسات الجامعية والدراسات العليا جميل جدا نحن برنامجنا أصلا للناس صحيح فعنا مداخلة قد تكون معنية بهذا الموضوع قد تكون معنية بموضوع آخر ولكن بعتيج صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور والسرور يا أخوي شيف حالك الله يحظك يا رب آمر ما يأمر عليك عدو يا طويل عمر صار لي عن حين أتريه موعد في عيادة الجلدية من ثلاثة شهور نعم اتواصلت خسم المواعد بمستشفى راشد نعم فردوا علي اتصال بعدها بشهر قالوا إذا شوف لك الموضوع ومن يومها يا طويل عمر وأنا قاعد أتريه موعد الجلدية اللي هو مركز الصفة اللي في الجميرة اللي في الجميرة أيوة فالك طيب أيوة فالك طيب أتريه موعد أن يعطوني موعده عندي بلف هناك لكن لا حياته لمن تنادي ممتاز أنا أقول لك فالك طيب إن شاء الله عقب البرنامج بإذن الله أنا بأخذ رقمك الحين وبأخذهم ينتصلون فيك يعطونك موعد في أقرب فرصة ممكنة ولكن بإذن الله خير ما أتذكر اسمه فترة طويلة زي مو مشكلة نحن نحاول نشوف شو ممكن نساعدك فيه وموعدك إن شاء الله تم حاضريني يا أبو عتيج يزاك الله شيء ثاني سلامتكم يا أبو مشكور في عنا مداخلة بعد زي أستاذ آمنة طيب الآن تكلمنا عن بكم نفتخر في شيء تبغين تضيفينا في إحنا عدنا بوبادارات يمكن حين شغالين عليها ما أعلنها بشكل رسمي في أعلني أعلني طالعا حصرية إحنا طبعا مواكبة لتوجيهات الحكومة والاستراتيجيات الفاعلة حاليا فيها منها استراتيجية التوطين في لفئة التمريض ويمكن عدنا عدد من الأعضاء أخت فريد الخاجة معاهم في اللجنة أنا بس سامحيني لأن أنت دقيتي وتر أنا يعني وايد مهم بالنسبة لي قطاع التمريض صحيح قطاع مهم جدا ويمكن شغالهم ما يقل أهمية عن عمل الطبيب نفسه ولا شو رأيك دكتور يعني من غير التمريض نحن يعني كما تقول ما ما عندك الأطراف مالتك مثل الإنسان من غير يدين ولا غيول فقطاع مهم جدا صحيح وفرص التوطين فيه عالية جدا ولكن هناك ثقافة محتاجة تتغير في المجتمع صحيح هذه النقطة اللي أنا بغي تتكلم عنها شو المشاريع اللي نسوينا عشان بس نغير الثقافة هذه لالتحاق بهذه المهنة اللي سمونهم يعني هم يعني تعرفنا نسميهم ملائكة الرحمة وخاصة يعني من الإناث عرفتي لكن ما يمنع أن هناك ذكور ممرضين بعد كذلك ونبغي مواطنين في هذا المجال وانتوا سوون وايد مميزات وخدمات خبرين عن الأشياء اللي موفرين لهذا القطاع احنا طبعا من ناحية التكلم على برنامج الرعاية الدراسية موجود عندنا في التمريض اللي تكلمت عن الدكتورة ودي عليه برنامج طبق وعلوم ولكن نسبة الإقبال عليها قليل جدا صراحة بس ما يمنع أننا يعني ما وقفنا بس على نسبة الإقبال ويلسنا يعني مكتوفين الأيدي بعد بادرنا البارحة صراحة كنا في اجتماع مع كلية فاطمة ان شاء الله بيكون يعني في مذكرة التفاهم بيننا وبينهم على اساس أننا نستقطب من عندهم وإذا مجموعة من الخريجين موجودين مثلا رذي لالتحاق مستعدين لالتحاق بالعمل في الهيئة بيكون عندنا بس احنا مبادرتنا صراحة يعني المواطنات اللي موجودات عندنا حاليا على الكادر التمريض اللي موجودين اجتمعنا معهم من حوالي شهر أو قلعا شهر عندهم بعض التحديات يعني كنت بعد أتكلم يا الدكتور عن نفس الموضوع أقول فيه أشياء بسيطة نقدر نحلها بس احنا ما كنا نعرفها بحكم ان احنا بعيد عنهم لأنهم هم في الميدان واحنا نحط الخطاط بشكل عام أو بشكل كبير يعني توصلهم بطريقة يمكن ما يكونوا نفاهمينها بالطريقة الصحيحة ويمكن ما تخدم التوجهات أو الهداف ما لهم صحي فيما سمعنا منهم بشكل مباشر أخذنا صراحة ببعض المبادرات الحين ممكن بس في طور تدقيق النهائي على أساس نرفعها لمعالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة منها وحدة من الأشياء بنسوي لجنة للتوطين للكادر التمريضي ما شاء الله هم العدد الأكبر حوالي احنا 4500 شخص عندنا في كادر تمريضي المواطنين عندنا قلة فيهم فحابين نشجعهم عطونا بعض التحديات اللي ممكن نعالجها وتزيد عندنا نسبة التوطين مثل شو؟ منها مثلا التطوير الوظيفي أنا شفت برامج التطوير الوظيفي عندهم بالنسبة للتمريض برامج قوية يعني أنا شوف الممرض يوصل صح المسار المهني المسار المهني موالو مواضح خاصة للمواطنات أنا أتكلم الحين وجميل جدا بس يمكن يوم يلتحق يعني كانت وحدة من الموجودات في الاجتماع معانا نيرس يعني وحدة من التمريض توهمت متخرجي دي زي فأخذنا التجربة مثل ما كنتم يا الدكتور التجربة عليه خذنا عليها كيف يأتي حابة حابة التخصص وحابة المهنة بس عندها بعض المعوقات منها مثلا التعريف برنامج تعريف وتدريب أنا عندي دقيقتين تقريبا عشان قبل أن أختم ما بقاطعش بعطيتش المجال أنت تقولين الأشياء الرئيسية اللي تبغين تقولينها من خلال هذا اللقات نحن الهدف بس ليش أنا قلت لك لجنة الحين طبعا بعد بنسوي لجنة على مستوى أكبر في الهيئة إن شاء الله بنرتب لها الحين بنحط عضو من كل فئة وظيفية الأساسي يمكن هذا الدرس يعني تعلمنا منه مع التمريض أنهم فيه متحديات لهم وأنا أقدر أخليهم يعني هم يكونون سفرائي لجذب المزيد من المواطنين في المكان إذا عرفوا التحديات اللي يواجهونها بشكل مباشر لأنهم في الميدان مش إحنا وإحنا ما شاء الله مرافق لهيئة كبيرة فقلنا بيكون من كل فئة وظيفية بحد يمثلهم وبيكون حد من السفراء لهم في الوحدات التنظيمية هذه هاي من المبادرات بعد قلنا كموارد بشرية بيكون على عاتقنا خطة تطوير وظيفية لهم طيب اللي يسمعونا الحين يعني كيف نشجام عشان يلتحقون بهذه المهنة شو اللي ياسين قد منحن في هاية الصحة لمهنة التمريض والله إحنا عدنا بداية المزايا للتعيين عند بداية التعيين الرواتب الحمد لله يعني رواتبنا كمواطنين في التمريض أعلى عن سوق العمل الممنوح في سوق العمل صحيح المسارات المهنية عدنا واضحة حتى وقت الدراسة عندكم بعد كذا عدنا نعطيهم فترات استراحة للدراسة إذا يبوني كملون وعدنا بعد منح دراسية إذا يبوني كملون دراسات علية عندهم عدنا المزايا التي هي تذاكر وتأمين صحي عدنا الحمد لله بيئة عمل داعمة للمواطنين وتشجيع للمواطنين عندهم وإذا بيقدمون صراحة إحنا مفتوح باب التعيين عدنا الحين لأننا مستهدفين معين عدد كبير جدا من التمريض أنا يا جماعة الخير هذه المهنة يعني مهنة أتمنى أتمنى أن نشوف فيها مواطنين ومواطنات في هذا المجال لأن بالفعل يعني قاعدين قدمون خدمة للبلد خدمة جليلة جدا أنا شاكر لك ساذة آمنة حمود السويدي مدير إدارة موارد البشرية في هيئة صحة في دبي على وقتك وهذه التوضيحات وقالنا نحن نريد نسلط الضوء لأن هناك الكثير من التحديات وأنا أدري أن اللي وصلتوله واللي استعراضنا هذا جزء بسيط من الطموحات اللي أنتو تبقوا تحققونا ونتمنى لكم التوفيق لأن سنة هذه يعني بتكون سنة التوطين بإذن الله إن شاء الله شكرا أيضا يعني الدعم هذا الملف كبير جدا من معالي حميد محمد القطان ومدير العام هيئة الصحة في دبي معدلات التوطين صارت في جانب المدراء التنفيذيين في هيئة الصحة في دبي 100% في الوظائف القيادية 91% أيضا المناصب الإشرافية يعني وصلنا إلى 80% وفي التخصصات الصحية وصلنا إلى 21% التخصصات الفنية 35% هذه المعدلات وهذه المؤشرات يعني مهمة جدا وتعطينا يعني نتائج للجهود التي بذلت أقرأ هذه الرسالة بس على السريع صباح السعادة الإيجابية بيوسف ممكن تسألهم عن عدد موظفين ومواطنين لوظفتهم الدهر بشكل عام من بداية السنة إلى الآن وكم عدد الوافدين ومش كلام بس يكون مكتوب بنسبة 100% هذا أنا ذكرته وكم الرواتب وليش يجبرونهم على التوظيف بشهادة الثانوية موبل الجامعية تكلمت أنا تكلمت أنا عن النسب تقريبا أنا يعني أتمنى لو رسالتك وصلتني قبل 56 ثانية زي بتردين ولا عندنا ما جاء نرد تردين على يقول ليش يبغي يبغي النسب يقول من بداية السنة ليه هذا عندك النسب كأعداد صراحة ما تحضرني لأن الحين كأعداد من بداية السنة تحصلونهم على نهاية السنة صحيح نزيل وليش يجبرونهم على توظيف شهادة الثانوية مش الجامعة تجبرون حد أنتو على التوظيف لا لا طبعا هي الوظائف الثانوية ثانوية والجامعين جامعين طيب شكرا يمكن ما في فرص يعني يمكن هو القصد ما في فرص لجامعين ممكن الفرص اللي كانت مطروحة للثانوية احتمال أنا أتذكر حتى في معارض التوظيف نحن وصلنا مرحلة يعني ناخذ السي في نوظف اليوم الثاني يداوم بالباتر يداوم على طول يعني أنا أتذكر حتى المختبرات وغير وهذه كانوا على طول يعني من غير مقابلة بسيطة يكونون موجودين في الاستان لهم شواغر وعليهم طلب ممتاز شاكرين لكم مستمع شكرا لك السادة آمنة دكتور محمد منصور شكرا لك الله يخليك مشكور مشكور على التعريف وبالتوفيج إن شاء الله أيضا في مجالك الطبي وأيضا بتكون إن شاء الله مساند لنا في هذا البرنامج بين فترة وفترة نبغي نسمع صوتك تشاركنا تقديم هذا البرنامج شكرا جزيلا شكرا أيمن لأنه بدأ يبند الكهرباء علينا أيمن سرحي في الإخراج محمد عمر في التنسيق هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي حتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي